موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة النيويورك تايمز التي نشرت مقالاً بعنوان الأسد يدبر إعادة انتخابه قالت فيه لا يمكن لأحد أن يتظاهر أن هذه الانتخابات تتسق مع عملية ديمقراطية ذات مصداقية منافس الأسد الاثنين في الانتخابات مغموراً ومعروف أنهما مجرد بيدقين في لعبة الأسد الهزلية أما بالنسبة للمراقبين الدوليين الذين اختارتهم سوريا لمراقبة نزاهة الانتخابات فإن حقيقة أنهم قادمون من كوريا الشمالية وإيران وروسيا وهي من أقل دول العالم ديمقراطية فإنها تتحدث عن نفسها الأمر الأكثر أهمية وإحباطاً حول الانتخابات هي إقرارها بالحقيقة القاسية وهي أن الأسد الذين قالت زعماء العالم منذ وقت طويل أن عليه أن يرحل باق في السلطة ومن غير المحتمل أن يرحل في أي وقت قريب الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات مستمرة في التصاعد وقد وصل عدد ضحاياها حتى الآن إلى أكثر من 160 ألف شخص وملايين المهجرين في سوريا ودول الجوار دون أي وجود لأي بوصلة أخلاقية يستمر الأسد في تدمير المدن ومنع وصول الغذاء إلى مناطق الثوار ووفقاً لأطباء يعملون لصالح Human Rights Watch فإن قواته تهاجم بصورة ممنهجة الأطباء والمرافق الصحية المختلفة وهو بحد ذاته عمل بشع يشكل انتهاكاً لكل قواعد الحرب ويمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي وفي هذه الأثناء فإن حلفاء الأسد إيران التي تقدم المزيد من القوات والمشورة وروسيا التي تقدم السلاح مستمرون في منع أي تحرك مجد من قبل الأمم المتحدة يمكن أن يجبره على إيجاد ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية أو مواجهة العدلة في المحكمة الجنائية الدولية كان هناك بصيص من الأمل أن الأسد سوف يستغل إعادة انتخابه لتحقيق وعوده بإنهاء الحرب وإعادة بناء بلاده الممزقة ولكن التاريخ يشير إلى أنه سوف يزيد من سفك الدماء في حملته القاسية لسحق خصومه نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أكل إيطالية للأنباء التي نشرت تحت عنوان هيثب المالح إعلان قريب عن هيئة سياسية بديلة لإتلاف المعارضة جاء فيه أعنى قيادي في إتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية عن قرب تشكيل تجمع سوري معارض يكون بديلا عن الإتلاف في خطوة اعتبرها المراقبون انقساما ونكسة جديدة للمعارضة السورية وأشار هيثم المالح القيادي في إتلاف المعارضة السورية ورئيس المكتب القانوني فيه إلى أن تجمعا وطنيا بديلا عن الإتلاف سيظهر قريبا وسيكون أكثر تأثيرا على الأرض وأعرب عن أمله وقناعته بأن الإتلاف سيندمج بهذا التجمع للعكس وتمنى أن يكون هذا التجمع الجديد على قدر المسؤولية الكبرى الملقات على عاتق أعضائه حسب قوله وأكد كلام المالح أن التجمع الجديد سيكون أكبر من الإتلاف وبديلا عنه لأن الإتلاف هو الذي سيندمج ضمن هذا التجمع إلى العكس ولا يرحب السوريون بظهور أجسام سياسية سورية معارضة بسبب كثرتها وعدم قدرة الموجود حاليا منها على توحيد المنهج والأهداف وفق مصادر إعلامية فإن هيئة سياسية جديدة سيتم تشكيلها قريبا تحمل اسم المؤتمر الوطني العام لاستقلال القرار الوطني وتستعد هذه الهيئة المعارضة الجديدة لعقد مؤتمرها التأسيسي قريبا وهي تضم شخصيات من الإتلاف ومن خارجه هدفها استرداد القرار الوطني وتحصينه من محاولة الهيمنة عليه داخليا وخارجيا والمحافظة على مكتسبات الثورة وتوحد كافة القوى السياسية والعسكرية والمدنية في الداخل والخارج حسب تعبيرها ويهدد تأسيس كيان بديل عن الائتلاف بانشقاقات جديدة في صفوف المعارضة السورية خاصة وأن ذلك يأتي بالتزام مع انتخابات رئاسة جديدة للائتلاف بعد أن أنهى أحمد الجربة دورتين رئاسيتين متتاليتين هما الحد الأعلى المتاح له ومع وجود خلافات حقيقية بين تيارات الائتلاف وتوزع المعارضة بين مقربين من السعودية وقطر والولايات المتحدة نتابع مشاهدنا الكرام مع صحيفة القدس العربي حيث كتب فيصل قاسم مقالا بعنوان ليس بالعنف والأمن وحدهما يحيى الإنسان قلفي زرعت الأنظمة الأمنية الفاشية في عقول الشعوب وأذهانها وحتى في أعماقها فكرة أن الأبن الدائم هو أهم شيء في حياة الإنسان ولتذهب بقية الحاجات إلى الجحيم مع العلم أن الأمن الدائم شعار يصلح فقط لأبواب المقابر فالسكون الدائم لا يحدث إلا في أماكن سكن الموتى ومن المحزن أن الدولة الأمنية نجحت نجاحا باهرا في إقناع الشعوب بأن الشعور بالأمان هو أهم هدف في الحياة ومع ذاه فلا قيمة له أبدا لهذا نجد أن مجتمعاتنا تحولت إلى مستدقعات آسنة لا تتحرك فيها المياه أبدا ففسدت وتعفنت لقد أصبح الإنسان العربي بعد عقود من الترهيب والتخويف والتدجين أصبح مهوسا بالأمن إلى حد أنه مستعد لتخلي عن باقي احتياجاته الإنسانية الأخرى والعيش على الكفاف وقابل أن يعيش بأمن لا عجب أن تسمع الكثيرين بعد أحداث الربيع العربي التي هزت لاستقرار المفروض بالحديد والنار الذي كان يتمتع به الإنسان العربي لا عجب أن تسمعهم يحنون إلى أيام الطغي للخوال حيث كانت الناس تأكل وتشرب وتعيش بأمن وكأن الحياة مجرد استهلاك حيواني للطعام والشراب بصمت وطمأنينة وراحة بل وكي لا نظلم العرب جميعا لابد أن نميز بين الثوار الذين أشعلوا فتيل الربيع العربي وضحوا بكل ما يملكون كي يحركوا المياه الأسنة في أوطاننا وهم قلة وبين الذين ما زالوا يتحسرون على أيام العلاف المخابرتي والعيش بأمن في ظل دولة الرعب والخوف صدق الرئيس الأمريكي بن جامل فرانكلين عندما قال من يضحي بالحرية من أجل الأمن لا يستحق لا الأمن ولا الحرية ونحن نضيف من يضحي بالحرية والكرامة الإنسانية من أجل الخبز لا يستحق لا الخبز ولا الكرامة ولا الحرية نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة العرب اللندنية حيث نشرت مقالة لمحمد المذحجي بعنوان الخطاب العدائي بين واشنطن وطهران يخفي صفقات كبرى قلفي ارتفعت التبادلات التجارية للشركات الإيرانية مع الولايات المتحدة بنسبة 35% من عام 2011 حتى الآن ويأتي هذا الرقم لمثير مفاجأة كبرى في ظل خطاب عدائي بين البلدين خاصة من جانب الولايات المتحدة التي دأبت على تحذير شركات أوروبية من خرق العقوبات المفروضة دولياً على إيران وقال مراقبون إن الخطاب العدائي الذي تبنته القيادة الإيرانية تجاه الغرب لم يكن سوى قطاء يخفي صفقات عقدتها إيران مع دول تصفها بالشيطان الأكبر الولايات المتحدة أو إسرائيل فمنذ أيام أماطة العرب ألف معاً تعاون وثيق بين إيران وإسرائيل بنشر تقرير عن تورط 55 شركة إيرانية في التبادل التجاري مع إسرائيل مما يعيد إلى الأذهان صفقات التسلح الإيرانية من تل أبيب خلال الحرب مع العراق إلى ذلك كشفت تقرير مختلفة عن وجود تعاون وثيق بين طهران وواشنطن في العراق حيث لم يكن من الممكن أن تنجح القوات الأمريكية في غزو العراق سنة 2003 دون معلومات استخباراتية إيرانية فضلاً عن دخول قيادات من الأحزاب الدينية المرتبطة بإيران إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية في إشارة بالغة الدلالة على درجة التحالف في تلك الحرب حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل الآن إلى موقع حبر الالكتروني التركي الذي نشر تقريراً بعنوان محللون إعادة انتخاب الأسد تكريس للوضع المأساوي وإطالة لأمد الأزمة جاء فيه رأى محللون أن إعادة انتخاب بشار الأسد رئيساً لسوريا يعني تكريساً للوضع المأساوي الراهن ما سيؤدي إلى التصعيد العسكري وسط انسداد الأفق السياسي معتبرنا أن الأسد فقد إلى حد كبير زمام المبادرة في لبنان وحتى داخل بلاده حيث باتت ورقة التفاوض بيد إيران التي زاد تأثيرها مع تدخل حزب الله في القتال إلى جانب النظام وشدد الكاتب والأستاذ الجامعي اللبناني زياد ماجد على أن انتخاب الأسد كان تكريساً للوضع المأساوي السوري الراهن وتأزيماً سياسياً إضافياً له لابد أنه سينعكس قريباً في الميدان معارك إضافية يتقطع بوقف الصحفي والمخرج السوري علي الأتاسي مع ماجد حيث قال إن انتخاب الأسد لا يعني إلا أمراً واحداً هو إطالة أمد المأساة السورية مشيراً إلى أن ذلك يعود لكونه منذ اليوم الأول للثورة شكل مصير الضغمة العائلية المتحكمة بموارد السلطة والثروة في الدولة السورية جوهر ولب المشكلة ورأى الأتاسي أن إعادة انتخاب الأسد تعني أمرين أولاً أن نظام حافظ الأسد لا يتقن إلا إعادة إنتاج نفسه حتى لو كان الثمن ذلك هو تدمير البلاد وتهجير ملايين السوريين وانحسار سيطرته على مناطق محددة من الجغرافيا السورية وثانياً أن رعاة الأسد الإقليميين لا يزالون قادرين وراغمين في استخدامه كورقة مفاوضات في لعبة الأمم التي تدور رحاها اليوم على الأرض السورية وشدد على أن انتخاب الأسد بالشكل الذي تم عليه يدل على أن مثل هكذا أنظمة غير قادرة على إصلاح نفسها من الداخل وكل ما تتقنه هو إعادة تركيب مجتمعها من الحديد والنار لتكون قادرة على حكمه والتحكم به لسنين جديدة نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع زمان الوصل مقالاً بعنوان إما أنا وإما الشعب سبع سنوات جديدة لإحراق ما تبقى من سوريا قال فيه فاز بشار الأسد في انتخابات الدم وخسرت سوريا وباستثناء المرابطين على الجبهات فإن أحداً لن يردعه من إتمام سبع سنوات أخرى سيقضي خلالها على ما تبقى من البلاد والعباد لتتضاعف الكلفة الاقتصادية والبشرية تكريساً لشعار الأسد أو نحرق البلد المصيبة التي تعيشها سوريا اليوم أن البلد احترقت فعلاً لكن الأسد بقي ليحرق المزيد لتكون حقيقة الشعار ليست خياراً بين الثنين إنما الاثنين معين فإذا كانت خسارة سوريا خلال السنوات الثلاثة الماضية بلغت حسب تقديرات يعتبرها مراقبون بالمتفائلة نشرها مركز بحوث السياسات ورعتها الأمم المتحدة ويتحدث عن 143 مليار دولار خسائر في المباني السكنية والحكومية فقط ففي سبع سنوات ستتضاعف الخسارة إلى حوالي 300 مليار دولار في حين قدر خبراء كلفة إعادة الإعمار إذا منتهت الحرب اليوم ووصلت إلى 200 مليار دولار فسبع سنوات القادمة ستجعل من سوريا بحاجة إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة البناء حكم الأسد لسبع سنوات قادمة وسط المهزلة الدولية التي إلى الآن لم تتخذ قراراً بإنهاء معاناة السوريين يعني أن سبع سنوات عجافاً جديدة ستبرع على سوريا وإذا كانت ثلاثة أرباع الشعب السوري اليوم يقع بين خطوط الفقر العليا والدنيا فإن سبع سنوات جديدة كفيلة بجعل كل السوريين باستثناء الطبقة المستفيدة من بقاء النظام تنزلق إلى خط الفقر الأدنى ماذا بقي من سوريا ليحكمه الأسد؟ ويجيب أن النظام يعمل على إفراغ البلاد بالمعارضيه ويرد شعباً على مقاسه وخيره محسوم منذ البداية ولسان حاله يقول إما أنا أو الشعب بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام حلقة حديث الصحافة لهذا اليوم شكراً لحسن متابعتكم ألقاكم مجدداً غداً إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة